معنا من تل أبيب مراسل العربي أحمد دروشي أحمد مزيد من القتل الإسرائيليين ضابط وإصابة ثلاثة جنود وسط خلافات خرجت إلى العلن الصاخب الآن في إسرائيل بالفعل والخلافات هي على الاستمرار في هذه الحرب على قطع غزة والتوجه نحو صفقة تبادل أسرى بحسب صحيفة دعوت أحرنوت اليوم فإن شعورا من المرارة يدغى على الإسرائيليين هذه الفترة نتيجة لإعلان وزير الأمن الإسرائيلي يؤف جلنت الانتقال إلى مرحلة ثالثة من الحرب على قطع غزة لكن هذا الإعلان لم يترافق مع إعلان التوجه بشكل واضح نحو صفقة تبادل أسرى أو إعلان عن تقدم في هذه الصفقة وهناك شعور عند كثير من الإسرائيليين أن إسرائيل فوتت فرصة أن تكون لحظة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب أن تكون لحظة الإعلان عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل أسرى والاتهامات توجه بطبيعة الحال إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي منع نقاشات سياسية مهمة خلال الفترة الماضية منها نقاش حول صفقة تبادل أسرى ومنها نقاش حول اليوم التالي لقطاع غزة الإسرائيليون يدعون أنهم انتقلوا إلى مرحلة ثالثة من هذه الحرب أعلنوا عن السحب عدد كبير عشرات الآلاف من جنودهم من قطاع غزة وعلى أرض الواقع بحسب ما تشير وسائل إعلام إسرائيلية فإن حركة حماس تعاود تدريجيا استعادت سيطرتها على مواقع شمالي قطاع غزة انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي هذه الأمور تعزز لدى الإسرائيليين شعور أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف من الذي يكون به في قطاع غزة وأن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تعرف من الذي تريد فعله في قطاع غزة بغض النظر عن التصريحات الحربجية التي لا تزال تصر عليها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية من تحقيق هذه الحرب وآخرها ما أبلغ به وزير الأمن الإسرائيلي يو أف جرانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كما أشرت وائل إلى أن إسرائيل ستستمر في هذه الحرب حتى تحقيق أهدافها الأهداف التي يجري الحديث عنها في إسرائيل اليوم مثلما كان يجري الحديث عنها خلال أول شهر من الحرب على قطاع غزة هي القضاء على حركة حماس واستعارة الأسرى الإسرائيليين وضمان أن لا يشكل قطاع غزة تهديدا على إسرائيل لكن هناك قناعة متزايدة يعبر عنها في استطلاعات الرأي في إسرائيل أنه لا يمكن في الوقت ذاته القضاء على حركة حماس واستعارة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة بحسب استطلاع نشرته صحيفة يدعو تحرنوت اليوم فإن أكثر من 40% من الإسرائيليين يفضلون صفقة تبادل الأسرى لاستعارة الأسرى الإسرائيليين هذه النسبة كانت متدنية جدا في أكتوبر الماضي نتحدث عن قريبا 20% من الإسرائيليين الذين كانوا يؤيدون هذا الأمر لكن النسبة الآن ترتفع هناك قناعة متزايدة ولو أن كل إسرائيلية فقط تعبر عنها على المستوى العام بأن الطريقة الوحيدة لاستعارة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة واستعادتهم أحياء هي عبر صفقة تبادل الأسرى بالأمس قال العضو عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير الحالي قادي أيزنكوت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أن كل ما يروّج للإسرائيليين بإمكانية استعادة الأسرى من قطاع غزة بعملية كماندوس برية أو حول الحرب البرية من قطاع غزة فإنه يكذب على الإسرائيليين يروّج لأوهام وتحدث عن أن طريقة احتجاز حركة حماس لأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة موزعة بطريقة تصعب تحريرهم بعملية كماندوس لكن حتى الآن لا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ولا وزير الأمن يقران بهذا الأمر ولا يزال يصران على الحل العسكري لقطاع غزة للحرب في قطاع غزة شكرا لك يا أحمد أحمد روشي في تل أبيب